بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد أعزاء الطلبة سنقوم في هذا المقطع إن شاء الله بشرح درس صلوات مخصوصة صلاة الكسوف والخسوف وذلك للصف الثامن بداية نعرفكم أعزاء الطلبة بأهداف الدرس يتوقع منك عزيز الطالب نهاية الدرس أن توضح المقصود بالكسوف والخسوف تبين حكم صلاة الكسوف والخسوف مع الدليل تشرح كيفية أداء صلاة الكسوف والخسوف بعد أن عرفنا أهداف الدرس وقبل أن نشرع في بيان معنى صلاة الكسوف والخسوف لا بد لك عزيز الطالب أن تعلم أن الكسوف والخسوف ما هما إلا آيتان من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وعظيم صنعته وجلالة سلطانه يقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد والآن نبدأ بتوضيح معنى الكسوف والخسوف الكسوف والخسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر بعضه أو كله وهذا توضيح بسيط لعملية الكسوف والخسوف فالخسوف هو أن يكون القمر بين الشمس والأرض كما ترى فيقوم القمر بحجب أشعة الشمس وكسفها حتى لا تصل للأرض والكسوف يكون خاصا بالشمس أما الخسوف فهو خاص بالقمر وهو أن تكون الأرض بين الشمس والقمر فتحجب الأرض أشعة الشمس عن القمر فيخسف ضوء القمر بعد أن عرفت عزيز الطالب معنى الكسوف والخسوف نبين لك الآن حكم صلاة الكسوف والخسوف مع الدليل حكم صلاة الكسوف والخسوف هو سنة مؤكدة على الرجال والنساء والسنة المؤكدة عزيز الطالب هي السنة التي واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على فعلها حينما كانت الشمس تكسف أو حينما كان القمر يخسف أما الدليل على مشروعية وسنية صلاة الكسوف والخسوف فهو ما ثبت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن كسفت الشمس يوم مات إبراهيم إبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس إن كسفت لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي وقد كان العرب في الجاهلية يعتقدون أن كسوف الشمس أو خسوف القمر لا يحصل إلا بسبب ولادة إنسان عظيم أو بسبب وفاة إنسان عظيم وقد جاء الإسلام وقد أبطل هذه الخرافات الباطلة والمزاعم الجاهلة والآن ننتقل إلى شرح كيفية أداء صلاة الكسوف والخسوف اعلم عزيز الطالب أن صلاة الكسوف والخسوف ركعتان في كل ركعة منهما قيامان وركوعان وسجودان ومن الملحوظات المهمة حول أحكام صلاة الكسوف والخسوف أولا الأفضل أن تصلى صلاة الكسوف والخسوف جماعة في المسجد ثانيا أن تكون القراءة في صلاة الكسوف والخسوف قراءة جهرية لا سرية ثالثا أن يطيل الإمام في القراءة كثيرا في صلاة الكسوف والخسوف أما بالنسبة لكيفية أداء صلاة الكسوف والخسوف فسوف نتعلمها من الناحية النظرية أولا ثم ننتقل إلى الناحية العملية فركز معي جيدا عزيز الطالب في هذا الحديث حتى تتعرف إلى كيفية أداء صلاة الكسوف والخسوف كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلة وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلة وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلة وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وأما من الناحية العملية فقد قلنا أن صلاة الكسوف ركعتان وفي كل ركعة منهما قيامان وركوعان وهي بالتفصيل على النحو الآتي الركعة الأولى يكبر المصلي تكبيرة الإحرام ثم يقوم القيام الأول فيقرأ الفاتحة وشيئا من القرآن ويطيل في ذلك ما استطاع ثم يركع بعد ذلك ثم يقوم القيام الثاني فيقرأ فيه الفاتحة وشيئا كثيرا من القرآن أيضا ثم يركع الركوع الثاني من الركعة الأولى ثم يقوم قائلا سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين وبذلك تكون الركعة الأولى قد انتهت ثم يقوم بعد ذلك لأداء الركعة الثانية من الصلاة فيفعل فيها مثل ما فعل في الركعة الأولى تماما إلا أن القراءة في الركعة الثانية تكون أقل من القراءة في الركعة الأولى ثم بعد ذلك يجلس للتشهد ثم يسلم تسليمتين عن يمينه وشماله وبهذا تكون قد انتهت صلاة الكسوف ومن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الكسوف والخسوف أنه كان يكفر من الدعاء واللجوء إلى الله ويكفر من الاستغفار والتوبة الصادقة ويتصدق بالمال ويأمر الناس بالصدقة بعد أن درست عزيز الطالب معنى الكسوف والخسوف وحكم الصلاة فيه وكيفية أدائها هل يمكنك الآن أن تختبر ذاكرتك وتصل بخط بين العبارات في العمود الأول مع ما يناسبها من العمود الثاني؟ علما أنني سأعطيك خمسة عشر ثانية للتفكير فحاول أن تجيب عليها جميعها بشكل صحيح انتهى الوقت نعم أحسنتم من الأفضل أن تصلى صلاة الكسوف في المسجد حكم صلاة الكسوف أحسنتم سنة مؤكدة الكسوف يعني نعم ذهاب ضوء الشمس في كل ركعة في صلاة الكسوف قيامان وركوعان عزيز الطالب عليك الدخول إلى تطبيق مايكروسوفت تيمز وذلك للإجابة على واجب درس اليوم ملحوظة سيتم تسجيل الحضور من خلال الإجابة على الواجب اليومي وختاما أرجو من الله لكم التوفيق والنجاح سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ترجمة نانسي قنقر